دكتور ديزيري أزي موجودة بفكرة فاميلي اليوم دكتور بعمل نفس أستاذي الجامعية وموضوعنا تحفيز روح المبادرة عند أولادنا أهلا وسهلا فيك دكتور من ابنك استوحينا هال هالحلقة شربل بدي وجه له تحية يلي عامل صفحة عن ايتم هيك للبوكسينج قدر يكون عم يستحوز عليه واسم الله عليه ما أحلى نجح هيدا الشي ما بيصير اليوم هيدا الشي بيصير من يمكن أول ما يخلق الولد وهيدا يلي رح نحكي عنه أكيد مثل ما قلت شربل عامل صفحة جايب شي انت كمان هتميت جايزة كرينا بإسماء هو عملها للبوكس يعني هيك كيف الشباب يقدم نعبره عن شهدو انت بس انت شفتيها وعطيت رأيك ورأيك بعرف قديش ويكون دايما إيجابة ولخير المراهقين والشباب خاصة انه يتجهوا على هيك شي دايما بفشلهم خلقهم بخليون يعبروا عن زواتهم بطريقة فعلا طبيعية وبطريقة جيدة أحلى ما يروحوا على الغضب وعلى السلوكيات المش مزبوطة اجتماعيا بروحوا على إشيات سليون وخاصة بالرياضة يعني بنعرف قدي انتو بتشجعوا الرياضة قدي بتخلوا الشباب أصلا يروحوا على الرياضة لأنه هيدا الانرجية عندهم إيها كيف يفرغوها بطريقة وبصبل تكون جيدة وتكون علمية فعلا بالوقت عم بفيت حاله وصحته وجسمه أكيد وبنفس الوقت مش عم بفش خلقه بحدا تاني أو بشي تاني ممكن يضره هالأدف صحيح والبانشينج باك يعني منقول دايما أنه أنا ماني فشت خلقه أنا ماني بانشينج باك فهوقني عن جد لقى الشي المناسب بس دكتور هيدا الموضوع عن جد بيمبنى يعني حضرتك طبعا يمكن أسهلك بصفتك كدكتور بعلم النفس بس اليوم نحن رح نتشارك مع مشاهدينا طرق تحفيز الأولاد وإشياء ممكن نحن نكون عم نعملها عم بتحدهم عم بتحدهم تماما من تطورهم ومن المبادرة وروح المبادرة اللي بياخدوها كيف تبلش الأمور من أي عمر؟ هلأ بدنا نقول للأولاد وبعرف أنت كيف كمان سلوكياتك مع أولادك أنه ما تخافوا إذا حفزتوا أولادكم وشجعتون على شي معين أنه تخسرون لأنه بالعكس إذا جينا شجعنا أولادنا من هني وصغار على الطاقات الإبداعية أو الطاقات العطاء شو ما كانت لأنه نحن منعرف أنه كل إنسان عنده اختلاف بطاقاته وعنده اختلاف بأدراته شو ما كان نكتشفه من نحن وصغار مع أولادنا نكتشف يمكن بكون واحد عنده ثلاث ولاد أربع ولاد تعرفيهم وكل واحد منهم عنده أدرات مختلفة هون نكتشفه ونصير نشجعه وننوره هاي الطريق تا يقدروا يعطوا أكتر وأكتر فيها وما بنكون نخسرنه هون بالعكس بيكونوا ربحوا زويتهم ربحوا طاقاتهم وقدروا يسبطوا حالهم بالمجتمع والأهل فعلا بدنا نقل لهم كل ما أولادكم سبطوا حالهم وبيّنوا جدرتهم وبيّنوا طاقاتهم كل ما أنتوا لازم تكونوا فخورين فيهم يعني معناتها كل ما الولد كان ناجح كل ما أهله كمان كانوا لازم يكونوا أنشحوا فخورين دكتور في خوف تاني من هالموضوع يلي هو لما منحفزه منشجع كتير منخاف أنه هالولد ما ينجح بالشغل اللي نحن محمسينه عليها أو ما ينجح برياضة معينة يمكن حتى أنه صغر أو بأكتفيت معينة منخاف أنه يفشل ويعيش الفشل كمان هيدا موضوع يمكن بخلينا هيك نتنقذوا يعني دكتور رانيا سؤالاتك دايما بمحلة عن جد لأنه بتصيب الوجع أنا بدي أعرف هوني هل أنا عم بحقيق رغباتي أو أحلامي من خلاله أو عم بخليهو يحقيق رغباته وأحلامه إذا فعلا هي طموحاته أنا قادرة أفرق هل طموحاته يمكن أنا ما بترديني يمكن سبار ما بيعجبني يمكن أنا ما بماري سبار يمكن هواية الرسم أنا ما بعرف فيها مش ضروري أنا أكون ملمة فيها مش ضروري تكون أحلامي أنا لازم تكون أحلامه والأدرات الصغيرة المن هو صغير بالجردوري وبالمدرسة بصفوف صغيرة ببلش المحة عنده ببلشه لمعلمات أوقات يقولوا لي يمكن هو شاطر باللغة يمكن هو شاطر بالرسم يمكن هو شاطر بالرياضة أو يمكن هو شاطر بالغنى شو ما كان ما كون أنا عم بسقط عليه أحلامي وساعتها بصير خاف ما يفشل لأنه ما بيكون عم بحق عم نختار الاختيار الخاطر بس بنفس الوقت نوسق فيه يعني اليوم إذا أنا ما بعرف أعمل موسيقى إذا ابني أو بنتي بدأت أعمل موسيقى ما خاف إذا أنا ما زبطيت معي مش يعني هنا واحد هيدا التربية الإشابية إنه ما حدت براسي إنه بده يفشل فكر عطول إنه ما في شي فعلا شو هو الفشل هيدا الكونسابت اللي بنحكي عنده دايما إنه واحد فيه يعمل أشياء يمكن يكتشفى إنه مش هي أو ما بحبها بيرجع بناء غيرها يعني مش كل شي بنعمله لازم نكون الأول فيه لازم نكون نحن عم نعبر عن زواتنا وهون بكونوا الأهل فعلا عم بيفتحوا له الدرب للولد عم بيفتحوا له طموحاته عم بيفتحوا له على نوافذ كتير مشرقة بحياته يمكن يقدر بس ما يضلوا يقولوا له بركة ما مش الحال ولازم تكون الأول ويتعلوله ساعتها إذا علوله كتير رح يتعب هو ورح يتعبهم معه وساعتها بحسب الفشل لأنه كل مرة بقدم رح يقول له بعد 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 وبالتالي هيدا هو الشعور بالنقص يعني يلي بعيشه من هيك لازم نفتح له نوافذ نعرف قدراته من هو صغير وعأساس قدراته إله وحده نركز ونفتح له الطاقات الإيجابية وهون إذا وصل قد ما وصل بيكون حقق شي من ذاته مثل ما حكينا أحلى ما يروح على إشياء ما بتلاقمه اجتماعيا أو أخلاقيا أو يعب فراغاته يعب وقته بس بالعالم الافتراضي دايما حكيته عنه كتير أو بس بإشياء ما بتلاقمه وهون بيكون فعلا قد ما حقق عم نرضى نحنا كأهل فيه ونشجعه أنه هو حاول على القليلة ما ضل بمحله صحيح قد يلزم نحنا نعيش نحنا وياه هون أنه الحياة هي مجموعة تجارب وحتى بالنجاحنا هي بعدها تجربة بالنجاح يعني ما في شي نحنا منوصل له منقول ذات ست خلصة هون منضلع منجرب منضلع منغير منضلع منطور يعني وكيف تأذب عمر صغير قد يلزم يفوت بتجارب الولد إن كانت بالنشاطات إن كانت بالاختصاصات يمكن اليوم يمكن اليوم حتى كمان الاختصاصات ما بقيت خيار واحد والتزامنا فيه تفي تجارب قد يلزم نعيش هيدا كل ما كنا نحنا قدامه مثال للأهل العم الناضل عم النصارع ما عم نوقف كل ما هو كان عنده تحفيز أكتر كل ما هو إفع إجراء أكتر بعد كل محل يمكن ما وصل للبق نحنا المدرسة طبع أورادنا نحنا المدرسة والجامعة والتعليم هي الحياة بتعلمنا وهو بيكتسب مننا الإشي أنت مثال أعلى لأبنك أو بنتك وكل حدا فينا كمان كرجل أو إمرأة أم أو أب هن المثال الأعلى بنجاحاتهم بطموحاتهم بتحقيقهم لأنه مثل ما قلت الحياة مراحل اليوم يمكن منحقق بهالمحل غير مرحلة منحقق بمحل تاني بالتالي مهم أنه ما نوقف لأنه التوقف توقف هو موت بحدود ما وبالتالي نفسر له لهذا الولد أنه لازم عطول نظل نناضل وعطول نظل نحاول لأن المسابرة هي أهم شيء بالنجاح نحنا بنعرف أن المسابرة هي الركن الأساسي للنجاح وما حدا قدر يوصل ما حدا قدر ينجح غير مسابر وقع ورجع وقف وقع ورجع وقف كذا مرة وهذا بيتعلمها من خلالك من خلال كل أم وكل أب عم بناضلوا بالحياة تيكونوا على قد اللي لازم يكونوا لنوصل للتحفيز أو لنوصل للنجاح أو لنوصل لمبادرة معينة بدنا نكون نحنا غير أنه positive أو نحفز بدنا نكون على القليلة مش سلبية يعني على القليلة بمحل ما نكون عم نحدهم شو اللي بحد الولد شو اللي نحنا بنعمله دكتور أغلاط نحنا ما مننتبه له بتخلي هالولد عن كبر ما يعود ياخد مبادرة نعم المحفز الكبير للولد هو السقة فيه السقة بنفسه الشعور أنه بيستاهل بيستاهل أنه يكون محبوب بيستاهل أنه ينجح مش قلق أنت ما فيك لأ ما رح فيك توصل لأ هوني مش قدق أنت بلايها هيدا الكلمة بس تطلع من الأهل خاصة خلاص بتدمر بتدمره للولد يعني بتدمر له طموحه أو أي حلم ممكن يحلم فيه من هيك على قد قدراتنا ما عم بحكي أنا عن اليوم الوسط الاقتصادي أو الاجتماعي اللي عايشين فيه على قد قدرت كل ولد مفروض أنا أوثق فيه بس أول شي بدي أوثق بنفسه وقوثق أنه ابني بيستاهل ينجح يعني على هيدا الأساس من السقة والاحترام لأدراته أنا بقدر نشحه والحب دايما منحكي عن المحبة والحب والتحفيز والثقب النفس والإشياء الإيجابية كل كلمة الإيمان بتحكي معنا دايما الإيمان بالذات الإيمان فيه والإيمان بقدراته والإيمان أنه كل حدا مننا على هيدا الأرض خليق تيعموا رسالة ما في حدا ما عنده رسالة معينة بس أوقات ما بيكتشفها أوقات ما بيلاقي حدا بالمجتمع حواليه أنه يقدر يساعده تيكتشفها من هيك اليوم نحنا منقول كل حدا مننا عم يسمعنا اليوم عنده رسالة إذا بنا نحكي من منطلق نفس إيماني عنده رسالة عنده شيء يجب أن يعملوا من هيك ما لازم أبدا أنه نوقف أنه ننجز أنه نحقق أنه نحلم نحفز اللي حوالينا بس بدنا نكون مليانين تنقدر نحفز اللي حوالينا ما نحنا أوقات بنقصة نحنا يعني كمان بدنا مين يحفزنا بمحلات يمكن هيدا كمان نجم ننتبه عليها كثير أكيد طبعا الأشياء الداخلية الأشياء الحياتية الوضع الاقتصادي كمان بما أنه عم نحكي عن التحفيز وتحفيز البالغين والأهل دكتور الوضع الاقتصادي قد يمكن يكون عائق لمبادرات معينة يعني اليوم ما فيك تعمل هالشغل وتفشل فيه لأنه اقتصاديا ما قادرين أو ما فينا نعمل investment بشي لو الفكرة ممكن تنجح ممكن لا لأنه دايما نحنا لما ناخد خيار في عنا أو نجاح أو عدم نجاح أنا ما أقول فشل أكيد هنا الأكيد الوضع الاقتصادي صحيح كثير كثير صعب أنه خاصة الولاد يقدروا يعملوا هالأكتيفيتا يقدروا أن يكون عندهم الأهل قدرة أنه يفتحوا لهم هيدا الأدرة المادية بس اليوم لازم نبلش مشي محل يعني ما لازم نقول أشطونا أموالنا ما بق فينا لازم عطول على قد الأدرة أنه نبلش ما نوقف بمحلنا يعني الناس اللي نجحوا مش كله كانوا أهلهم أغنية فيه ناس كتير نجحوا لأنه أهلهم مش أغنية لعيبين كرة القدم عندنا كتير منهم بيقولوا أنه كرمال أهلهم نجحوا لأنه أهلهم ما كانوا أدرين كتير فننين ممثلين فعلا كتير ناس نجحوا لأنه أهلهم مش قدرين لأنه هل قد كانوا أهلهم بدوا نياهم أنه يوصلوا من هيك هالتحفيز مهم حتى بعيدا عن الإدرة المادية إذا شفنا أبنا طالع باله يكتب مثلا جبران كتب كرمال ولدته لأنه ولدته هلقد كانت شجعه ما كانت تاخده عند حدا يعلمه هلأ مش الكل جبران أكيد بس كل حدا عنده هيتطاق وخلينا نقل له لأبنا بكف نقل له بلش من شي محال ما نوقف لأنه مش قدرين بالمرة نجرب حتى لو بأشياء بسيطة لو بأشياء فيها شي بالعائلة يجتمعوا سوا يتشاركوا يقدروا يعملوا شغلة أنه يطلبوا المساعدة مش يطلبوا المساعدة المدي يطلبوا يطلبوا مساعدة حدا هن بيقدروا يساعدهم بهالدمان مهم بليز يبلش أول خطوة ما نوقف أبدا وبعدين بس ما نوقف الأشياء بتسلك لوحدة ضروري نحن ندعم يعني على طول الطريق أو برأيك دكتور لما بيأخذ هالشخص مبادرة مثل بقانوا اليوم عم نهدي الحلقة لشربل أنه نرجع نتركه نتطلع من بعيد يعني كيف هوني دورنا بده يكون لأنه دور الأهل بتقولوا بانديستانس بفتكر بالسايكولوجي قدي لازم تكون مسافتنا نحن والولاد وشو ما كان عمره حسب المراحل العمرية هو صغير بحاجة إلنا أكتر هو مراهق بحاجة إلنا من طرف عيننا نطلع عليه بس أكيد لازم دايما ندعم لأنه انت بتعرفي رانيا أنه هو بينتظر دايما للدعم من أهله يعني حاصل أنه تدعم من أهله هيك لازم يكون لأنه هو بيقلع جديد عم بيقلع بشي جديد قدي حلو تنظر إليه بإعجاب تقول له برافو تقول له أنا معك أنا حدك بس تعوزني مش تخنقيه بطريقة أنه تضلي حده بس هو بيعرف أنه أنت حيكون حده وبيه رح يكون حده بس يعوزنا لأنه هيدا التحفيز والتشجيع من الأهل ضروري بكل المراحل العمرية حتى بس يصير راشد قد بينطر وبيسألهم مثلا شو قولكن هيك مظبوط بس يكون محتار ومش عارف بعدنا لليوم نسأل أهلنا شو قولكن بس بدنا رأي حقيقة منروح عند أهلنا ومنسألهم وهنا حيعطونا الرأي المظبوط وبذات الوقت المحفز لأنه بيشوفوا فينا هيدا الإنسان اللي عم بينما بين مبان مبارح واليوم كيف تطور يعني نحن قادرين واحدنا كأهل نطلع أولادنا كيف تبلشوا الطريق وكيف هلأ بهالمرحلة صاروا وهون منقدر نحن نحفزهم أكتر شيء أو ندوّلهم أوقات على الأشياء يمكن اللي ناقصة مش ضروري على طول نحكيهم الأشياء الإيجابية بس بليز بس حتى بدنا نقول الأشياء النقصة نحكيها بطريقة إيجابية نكونوا نقصة ونحكيها بطريقة كيف ننمي هذه الأدراف شغلة مهمة باركم لحنقول كمانا ما فينا نبالغ نحن بالتحفيز يعني كل شيء زاد هو لازم يكون موضوعي والأشياء النقصة مش أنه عادل تصير فجأة أهم سي او بأهم لا ما بدأ الأشياء تصير كمانا بشكل طبيعي وقعي منحطهم طريقة مش وقعية هيك لا لازم نضلنا بالواقع ننبش على الأدراف والنمية نجرب نساعده تحتينمية هيدا المطلوب ووقت المنلاقي في نقص أو في سلبية بهالمحل نقدر نقل له ياها نعم إن شاء الله نقدر كلنا صراحة نكون عم نقوم بالدور مثل ما لازم صعب كتير دور الأهل في كتير جوانب في كتير أشياء مخفية نحن مش دايما بنعرفها ومن شان هيك حضراتكم بتكونوا موجودين معنا بهذه الحلقات شكراً لوجودك معنا دكتور ديزيري أزي دكتور بيعلمنافسي أستاذ الجامعية أهلا وسهلا فيك ومبروك لشارك رح ناخد واقفة شكراً للمشاهدة